رجعنا من جديد في سبوري ميكس الجزء الثاني ملحظ سنتعنا اليوم مع ثابت القاري ورجد السيد أحمد الصالح ومختار دابوس اللي بيشمد معاه وموش بسرعة أخور راحتك مختار تفضل خوية تكلم في عقلك بشوصلك على البرح شوفنا حملة من جميل اليد الأفريقي على تعيين محمد علي غريب على رأس لجنة التأديب في الجامعة التونسية لكورة القدم محمد علي غريب اللي هو معروف بنتماء ولو ترجي وعندو حتى شوية بعض التدوينات المستفزة شوية بون في إطار اللعبة هذا خان اخو رايك انتي في التعيين هذا خاصة كم حبل ندل أفريقي والله يغذوا لي هنا عندي حاجتين بش تكون مسؤول لازمك تكون أقل حاجة مكش موري جمعيتك كما ترى أحمد الصالح لتوا من عرفوش جمعيته سايبوا أحمد الصالحي سايبوا هنا انا بالنسبة لي مش كيما أحمد الصالح كيفك انتي معنا انتي ما نشوفكش أنا مسؤول لا ما ترانيش مستحيل هاني مش نعدي بخيط حياتي بحداتك أنا بالنسبة لي أنا مسؤول ديكلارا جمعيته من الجمش يكون على لجنة حساسة كم الرئيس أعطيك مثل كما يدير كان رئيس لنادي الأفريقي هاو اليوم رئيس للجامعة لا لا هذو ما يحسب لرجالات النادي الأفريقي مع احترامي وين أزمة الكورت القادمة التونسية نتعديه بأزمة إلا ولا نرقاه ما نرزموه من عالش هنا مع احترامي الرجالات النادي الأخرين تلقى حمودة وتشوف طوال عباد كل تحكي على كاريار حمودة في الجامعة طوال قينا كاميلي دير انسانة ذي اختارته الفيفا بتسكية من تونس مش هيرا اسألتك علينا هذا مش نحكي لك قلتك هاي الفيفا اللي اندي قلتك اختارت كاميلي دير اندي هو كن رئيس للأفريقي اليوم يعني اشمعت اي واحد وانا اسمعته حتى محمد الاغريب البرح في موزايق قال اي واحد تخلل دمانة ذاهرة وعنده جماعية معنى بش يكون يحبها معنى دونك اذا كان بش تحط من الأفريقي بش تدور عليك الاخرين اذا كان متراجي بش تدور عليك الاخرين اثماني انتي توتنجم تحطني رئيس لجنة تعديب وانا ادكالاري كل بيست روما فمش فرق مع احترامي الزميلة روه بش نحكي على زميلة منش قاعد نحكي نحكي كموحامي نحكي عليه كاسيفة وقال قلت انتي عنده تدوينته معنى انتي توتنجم نقنع المكشخين نكون على رأس لجنة التأديب ولا اي رجنة ما يقبلوكش ما يقبلونيش لحكيه وبش تصير فعفعة سواء مليتوال ولا سياسياس ولا تراج كل كذير ديكالاريه ويمشي الاستاد ويحب النادي الافريقي انا بيدي نحترم نفسي انا حتى انا كنت نتمنى الزميلة ميقبلش المهمة هذي هكتشوف توا بربي بنا 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 اي طابش تخدم انتي يا مخي اشنوى 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 انتي سمحني الميلف اللولاني اللي بش جي قدامك تابع النادي الفريق ولا تابع التراجي بش بش كل كل تست هذ يما هو مش واحده زاد معه لجنة كاملة معنا قلت لك انا هني فسرت لك ما فماش راو فما رئيس اللجنة هو اللي بش يخرج في اللظاو فماش اللجنة الاخرى بالنسبة لي انا العباق وناب رئيش نوم معظم حالة دور اي 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 بالنسبة لي هم مش هم ما صارش فيهم ينجي يكون فيهم واحد كليبيوس اكثر من محمد علي غريب فهمتني هو كما خرج رئيس اللجنة هو اللي يتحاس انا بالنسبة لي انا كان اعتذر ويجي مع المكتب الجامعة جديد وهو يلبر كفاءة زادة راو على علمي بزاميلي كفاءة لكن خويا راك انتي راك اللي يغلط انتي ديكلاريت انتي قلت رانيك اشخ وتدويناتك وكذا حق نادي الافريقي زادة بش يعترض باي احمد خلني اقول لك ممشي شوية في عقل الجراهية مختالة لا يا شو من الحيف انا نحكيه على مسؤول انتي لاقا من الانتماء والجماعة معين هذا حاجة غالط اراه اخر حاجة نحكيه عليه الكفاءة احنا قبل ساعة ما تحكي عليه يقول الشخص هذا كفه ولو مش كفه هراه مش اول مرة ساعة هو يترأس اللجنة ديه هراه يترأسها لسنوات وثاني حاجة انا اكبر حاجة في سيد كمالي دير هو وقت يختار المسؤولين الاختياره متاعه يكون وفق اه هو وفق معانتها قدرات وهو لانه رجل دولة الاختياره متاعه ميمشيش الانتماء قبل كل شي يمشي الكفاءة انتي ماريتش اللجنة ديه فيه انسان كف اسمه زيل عبدين زيل عبدين وسلاتي مايش في نفس اللجنة اعتقده لا لا نفس اللجنة نفس اللجنة لا لا مش في نفس اللجنة مش في نفس اللجنة في لجنة واحد اخرى هذي فاها علي كابادو نائب رئيس بديه حكيم عضو معز دراجي عضو اكرم الرياحي عضو ايه اسلم هذا بقاطع نظر على التدوينات متاعه السيد كفاءة عالية والسيد مر بالتجربة اقبله اثبت كافاته وما وهذي قرارات بشي خضره مش بالعاطفة وبالميزاج وبالانتماء القرارات بش تتخذ وفق قوانين مش مشيخو من راسه او ايه احمد 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 قولي بقتع نظر على تدويناتو سمحني نحنا راول مشكلته مش في تدويناتو انتي اخترت مش تعمل تدوينات معاناها الدكارية تحب التراجي لاذي تونسي معاناها عندك الامكانية كمش تخدم داخل التراجي لاذي تونسي لليوم يحتاجوا من اول نهار حتى كان يحتاجوا معاناها ديما مشكلة هذه هي فى عينتو سمعني اسمعني انتي اخترت تعمل تدوينا في جماعية معاينة راك ما تنشكون مسؤول كان في داخل الجماعية هذه اه خارج الجماعية هذه تحامل مسؤولية تدويناتك انتي تتاب التدوينات تفتتت فيها وقت ليعب التدوينات ووقت يخدم مع في الجامعة التونسية كتاب يدني منيجا لا لا مش حر انتي عندك في موخ تحب تكون المشروع مسؤول فى الكورة انت حاب تكون المشروع هو يعني استنى استنى مكتب الجامعة تعرف وين تنجم تكون تنجم تكون في مكتب جامعي اما راك بش تكون على رأس لجنة متاع تقديم انا بالنسبة لي انا لجنة حصل وقت تمس النزاهة متاع متاع السيد اللي على رأس اللجنة تقديم دونك تمس في نزاهة كمال يدير وطوماتيك مو ونعتبر اللي كمال يدير وقت ليخذاها هو القرار بش يحط سيد محمد علي محمد علي على رأس لجنة تقديم يعرف اللي فهم تبعاتها شنو يعرف اللي فهم جماهير من نادي الافريقي بش تكون رافضة بش تكون فهم التشكيك وفهم سبان وكما نعرف وتوه على الفيسبوك دونك هو في بالو بالمشاكل هذي كل وثبت القرار بتاعه وحط الراجل خطب بتاتري يشوف له اللي السيد المناسب في المكان المناسب انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا كمال يدير منتمي النادي الافريقي بش يحط واحد اخر على شلس تنديه بكلوبيس بشولي برش لا عليها بارش اذا كان كافرش لا كافرش اذا كان كافرش سيواج دي شوف شو بافسة من جمهور الكليوب غاضب على كحط على كامل يدير عطا اينا ذي بالطبيعة غاضب لانو انا نقول مش غلطة سيمو حمد علي غريب واحد غلطة زادة لي عينو ياخوي بعد عشره غنيلو سمعن انا اعتبرها غلطة غلطة مش نشك في كفاءة سيمو حمد علي غريب لا لا بالعكس ينجم يكون كفاء يعني وكل شي لكن كما قلت لك بعد عشره غنيلو يودي اكثر لجنة فيها حساسية فيها مشاكل هي لجنة تأديب ولا ايام مبينة انا تاو تشوف اول ملف يجي فيه الافريقيا ولا نجم الساحلي ولا ساساس تاو تشوف المشاكل اللي وش تصير وشوف التأويلات اللي تصير اخي ناقص رجال تونس ناقص كفاءات يجيب واحد من باجة من مستير من عشر منين انا من جرجيس ابعد على الاربع جماعات الكبار وحط اللجنة اللي فيها حساسية كبيرة حط فيها واحد بعيد على الاربع جماعات تاو ما عاد حتى الهوة ولا واحد احتج لكن تجيب واحد متسمي عاد رجل وكان جاي واحد متسمي على الافريقيا يروا كيف كيف رهاو تروا كانت التجربة بنفس الاشتراك هاو عنش ما تترحش الموضوع اقبله او كان موجود واختيش قبل واختيش قبل وكان ذام رجل قوي شد الجامعة كان ذام رجل قوي شد الجامعة حتى حد يخرج على الخط تاو مسايبة مسايبة تاو نسكل تحكم نبعده على التفكير هذا كمبليت مو خطر لي بش نمس جيويات بش نمس نوادي ووقت الاحديث يكون على تونس وعالفريق الوطني يزم احنا كالناس متابعين يعني كلت القدم كفنيين كصحفيين يزمنا اول حاجة نقوم به هو تأثير الجمهور هذا خطر الجمهور اليوم لحقيقة نعيشه في ازمة متاع تعبير في ازمة متاع في فوضة كبيرة دونك احنا من من ناحيتنا نطروا الناس هذي ونغلبوا المصلحة الوطنية ديما على المصلحة الجخصية لا انا مش كنت اعتماع دونك اليوم انا نعمل تصريح وتصريح متاعي انا بغض نظر على النادي اللي نحبه ولا الجهة ننتميلها ديما تصريح متاعي ديما نحاول انه يكون يكون فيه شنو الحاجة اللي نعبر عليها في ريمون دونك ما ندخلش انا في نحب الافريقي نحب التارجي ملعب التونسي دونك عندي فكرة معينة الفكرة ديك نشوف المصالح واني تنجم تنجم تفيد الكورة تنجم تفيد الجمعية تنجم تفيد الجهة متاعي احنا في وضع استثنائي احنا في وضع استثنائي احنا في وضع استثنائي وثم موضعية يعني متاع راي عام موجود راي عام رياضي وكل شيء ديما تاخد قرارات شرتوه في هالشهرين اللي مزالوا ماذا بيك تاخد قرارات يعني تمشي في اتجاه متاع النيتراليتي معناها مثلا حتى حد ينتميه لما بعد يجي المكتب الجامعي الجديد ضب الراس ويتحمل مسئوليته لكن انت توا حتى مسؤول ما عندوش انتميل خطر خطر ما ياخدش مسئولية خطر انتماء موعلن مكنوش مسئولين في الترجري وفي الليجان متاع الترجري باتكلم حد لكن توا بامور مفضوحة يعني مهبتهم ويباري فالسخم هو تعدي وينات الحق مستفزة شوية احنا ياسر مستفزة حتى في التعليقات يكتبولي الاولاد يقول لك فما فرق بالانتماء وبيل الكره معناه حسوك اللي فما كره بوا اذا ما نتخلش في النواية لكن في التعليقات يقول لك حسوك انه فما كره شوية للنادي الافريقي توقيت تعيين محمد علي غريب خاطئ توقيت تعلينا هو زميلي ونحترمه التوقيت تعرف عليش طوى الخوف ولا جمهور النادي الافريقي رأوا الخوف طوى عن النادي الافريقي ولا خايفين عليه من سيد كاماليدير صراحة نعطيه الصحيح النادي الافريقي طوى كانوا تتصليل غرط على سيد كاماليدير نادي الافريقي الجوناس جاي يلعب ما غير جمهور بشتعة مختار رأوا نحنا منش نحكيو عن المسؤولين رأوا رينا رينا دبابز ورينا كذا لكن هنا رأوا توقيت التعيين متاعو في الظرف هدى جمهور النادي الافريقي رأوا عندو ماتش يلعبو انتو ممكومش عاعتينو القيمة الكبيرة ماتش يلعبو مغير جمهور